اشتركوا يا جماعة عمين ايه؟ اه نهاردة هنتكلم عن الـ الـ اللي هو شابتر 16 في الدرماتولوجي اه معاكم سانزو عمر ان شاء الله تكون محاضرة سهلة اه يالا نبدأ اه طبعا لازم نفتكر اه زمائيلنا اللي ترفوه لازم ندعي لهم بالرحمة وندعي ان ربنا يصبر اهليهم وحيبهم يراب اه في المحاضرة دي هنتكلم طبعا اه احنا قلنا الـ فنطبيعي نتكلم عن الكلام ده في الميل وفي الفيميل في الميل هنتكلم نفذة بسيطة الاول عن الحاجة النورمال قبل من نتكلم عن الحاجة الابنورمال دمعنى ان احنا نتكلم في الاول نفذة وبسيطة خلص عن الانانومي of the penis والأرىكشن ميكانيز تمام بعد كده ندخل بقى على الابنورمالاتيز اللي هم الديزيزيز هم اتنبس ارىكتال ديس فونكشن والبريماتور ايجاكوليشن طيب وكل حاجة من دول هنتكلم فيها نفذة بسيطة كده عن المرض الاتيولوجي بتاعته ممكن بعد كده نتكلم حاجة بسيطة خلص عن الدياغنوزز بعدين في الاخر خلص الاتيولوجي طيب بعد كده الفيميل هيدخل على طول على الابنورمالاتيز هنتكلم عن الفيميل سكشل انترست او ارىوزة ديس اوردر اه فيميل ارغازمك ديس اوردر والجنتو بالفين او برضو دول اه تلاتة ديزيز بس هنتكلم حاجة بسيطة جدا عن كل واحد فيهم والاتيولوجي والتريتمينت نبدأ بالميل اه اول حاجة نتكلم فيها عن الاناتمي اوضا فينس ده الاكسترنال دينيثاليا بتاع الميل طيب هو عبارة عن ايه عبارة عن روت وباضي وجلانس فينس طيب من فوق هنا ده الجزء الدورسل واللي تحت جزء الفينترا يعني بحسن ارىكشن بيطلع لكده فده بيبقى الجزء الباين يعني فده بيبقى الفينترا وده الدورسل مهم ثلاثة ساكشنز أو ثلاثة كوربوريال كوربوريال جاي من كورب كوربس كأنه جسد يعني ما علينا اتكرو من كده مهم الاثنين في الجزء الدورسل هما اسمهم كوربس كابرنوزم وجزء اللي قدام الكوربس سفونجيوزم طيب ده ايه ده خلاصة كده ده هو الريكتايل او الريكتايل تيشو يبقى مليان اللي هو البلاد باسل اللي اسمه كابرنس كابرنس جاي من الفاكرين كابرنس ساينس او قرد اسمه كابرنوزم فاكرين كابرنس ساينس لو بلد تمام الجزء اللي قدام له كوربس سفونجيوزم باسمها كده حاجة زي جزء سفونجي كده يعرض فيه اليوريثرا طيب والاثنين كوربس كابرنوزم بينهم سبتم طيب كل دول بقى نتحوطين بثلاث طبقات تحت الاسكن فيه دورس الفاشية دورس الفاشية ديف فاشية سوري بعضين ثانية البوجينية طيب ده كلهم متعلق ازاي او متواصل ازاي بالجسم او الويت يعني الوزن بتاع الفينس متعلق ازاي بالسسپنسوري الليجامت لو الجزء المثلث ده والفنديفورم لاجامت الفينس بيرفعهم كده طيب 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 نسبة للنرف سبلاي بتاع الفينس بس بقى في جزء طبعا سوماتيك في جزء اوتوناميك طيب الاوتوناميك من السمباثاتيك وفي باراسمباثاتيك بسيطة خلص اي طيب السمباثاتيك من سي 11 لإيه الاثنين طيب البراسمباثاتيك الس 2 للإس 4 يعني من 11 لإثنين من 12 لإثنين للربعة سهل ايه طيب طيب السوماتيك اللي هو البيودنتال البيودينتال نيرف بس كده ده كده بالنسبة للقناعاتمية احنا مش نتكلم كتير بقى ونعد وندخل في تفاصيل البسوز والحاجات اللي هو ده بزا بسيطة خلص جدا عنه طيب النسبة بقى الميكانزم بتاع الإيركشن ازاي الإيركشن بيحصل عشان بعد كده نعرف النورما عشان بعد كده لما يكون في حاجة قاد نورما نكون فهمين ايه حصل طيب اول حاجة بيحصل سكشوال استيميليشن سكشوال استيميليشن او ميكانيكال ايركشن طيب ده كل يعمل ايه تريجرين اللي لبارس بحاجاتك نيربس طيب لو من اس 2 اس 4 ساكرتين اللي حط ساكرر 4 ده يطلع علينا النيتريك اوكسايد طيب النيتريك اوكسايد ده لازمته ده فازو ديليت طيب يعمل فازو ديليتشن ازاي افلا يعمل ديليتشن ازاي 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 وليقو لازمت الفلد بسل اللي يحصل له فازو ديليشن اول حاجة اام يحصل ايه اكتيفاشن اف انزايم اسمه جوانيليت سايكليس الانزام ده لما يطلع يطلع علينا ساكلك جي ام بي مش كام عشان انا عارفة ان في نسبة بتتلغبط او بتصرح مثلا ساكلك جي ام بي عدت جي ام بي جوانيليت يبقى الجي طيب ده يعمل ايه فازو ديليتيشن للايه للأردريز فهيودي هيزود بلد سبلاي على ال ايه على الفينيس طيب بس ايه الفاسل دي او الاردريز دي لما يحصل فيها ايه فازو دايليشن هيضغط على الفينيس فبالتالي الدم كأنه هيتحبس في الفينيس فيحافظ على ال ايه بلد سبلاي يفضل موجود في الفينيس فيحصل ايه ايركشن لوه بيبقى بيبقى لان الدم محبوس فيه تمام فده كده وده كده يحصل فده كده ايه حاجة لوه رفلي كده الاركشن بيحصل ايه بيبقى نقرأ كده الكلام الموجود سوى مثلا فانتسي او ميكانيكال طيب سوى بالرؤية بالسمع او بالتخيل او حاجة ميكانيكال ده ايه يحصل تريجنج للإيه لبارسة مساعدتك نيربز لوه الاستين لحد اس اربعة ده لوه اوتانوميك نيربز سيستم طيب ده هيزود متسي الضغط الان وليس سيزيد فيه في الترابيكلر والمسل ما هو اكد سيزيد فيه ما هو زيد في الاردرس في السموثم مساعدة في البينس طيب ده له يزيد اه الاكتيفاشن ده هيزود الجيامبز بعد كده سيزود سموثمانسل بلاد فصل هيشتر الكلام لكبرناس بس السموث موسلز اللي في الارضرز بس فهيحصل بها فازو ديليشن بس بالنسبة للفينز الفينز يحصل لها كمبريشن طيب يبقى تموتينيسلي اسكو كاورنس والبالبو كاورنس كمبريس الفينز هيضغط على الفينز وفي كونفورا كاورنوزا عشان يمنع بلد ليكيج فايح بس بلد في الايه في البينس يبقى البينس البينس يلونجيت and becomes rigid طيب بعد ما يحصل الإجاكوليشن إيه الإجاكوليشن إيه الإجاكوليشن المفروض هيوقف هيحصل سبسايد هيحصل سبسايد ازاي السمبثاتك بقى نيرف ستشتغل احنا قلنا فوق الفورا سمبثاتك يلو السمبثاتك اللي هيشتغل هو من من T11 حد إلا الاثنين فهييعكس كل اللي اتعامل فوق ده فإيه الإجاكوليشن هيوقف طيب ندخل قصة في الابنرماليس إذا نعرف ان فيه جملة فوته بس هتحفتفيها في مكانها حدراس الخدوية نتحدث عن إرشخص الاثنين وتاسيكوليشن إربفع العقد إربفع العقد بالمثال من أساعد يشب اليها أهي حاجة في الإركشن يشب اليكوين خلل في الإركشن الخلل في الإركشن ده ممكن يحصل كذلك بالمثال مشكلة في لو مش عارف يوصلني للإرجاع أو مش عارف ينيني للإركشن يعرف لي وinea accred kilp função مش عارف هناك طيب عشان يحمل إيه وفاقية الوضعية لكي يتم تحديث الانترق في الوقت اليد او الوضعية او الوضعية هذا ممكن حاجة من هنا يما ارجانيك يما سايكوجينك يما مشكلة جسدية فعلا يما شيء سايكيك طيب الارجانيك يجب ان يأتي ايه؟ لالالالد ايج بسيطة يجب ان يأتي مع السن وده حاجة طبيعية جدا طيب وده يحصل مثلا لخمسة إلى ثمانين في المئة من الناس بعدين عندنا السايكوجينك ده يأتي حتى في تكروعي من ال او جي انا عملتها الى يونج ايج او جي يونج ايج يبقى حاجة سايكيك تمام؟ لعشرين لثلاثين في المئة طيب دلوقتي بقى حاجة بسيطة نقدر نفرع بينها بين الاورجانيك والسايكوجينك اه لو في حاجة بتحصل بقى وقت بيحصل الاركشن وهو نعيم او مثلا او ميسحة من النوم طيب ده لو حصل ومثلا كان عنده اركسال ديسفونجش مثلا يعني هو في الاركشن ما بيحصلوش اركشن بس مع ذلك حصل له اركشن هو نايم او او مسحي ده معناه ان مشكلته كانت حاجة سايكيك ان هو اسناء الاركشن عنده حاجة سايكيك ما حصلش اركشن طيب و المش ادت لكي يعمل الاراكشن تمام؟ هذا الفرق نعرف مميز بينهم ازدين الحاجة دفراشل دياجنوز الصغيرة كده لذلك التأثن هو كاتبه في الوقتين ميكانيزم اف اراكشن طيب؟ ندخل دلقتي على الكوازز الكواززز هنقسمهم اربع كاتجوريز طيب؟ اول حاجة الريسك فاكتورز هندخل على الحاجات اندوكراينال نيوروجينيك و باسكولوجينيك طيب؟ الريسك فاكتورز الريسك فاكتورز دي حاجات عامة حاجات عامة يعني ما لاش علاقة بالاراكشن نفسه حاجات عامة بس ممكن تؤثر على الاراكشن و احنا داس عارفك نتكلم عن الاراكشن طيب؟ حاجات عامة مثلا ايه؟ ديزيزز مثلا هايبرتنشن دايبيتس رينال فاليور سموكين و دراجز نفتكر هايبرتنش و دايبيتس دول الاخوات دايما مع بعض و دول بيسببوا الريونال فاليور نسلا و السموكين و الدراجز دول بيسببوا الاراكشن دول هاملوا فينا ايه؟ هاملوا انه الاردريز اللي رايحة او الالسابلاي اللي رايح نفينه خلاص هيتأثر فايه هيأثر على الاراكشن يعني قلنا انه جزء جزء مهم من الاراكشن انه هو ايه؟ بيحصل في فلما الموضوع تيتأثر الالسابلاي دايتأثر مش يحصل الاراكشن دلوقتي و كمان برضو الانتي برضو بتأثر على الاراكشن الديابيتس اكتر من 50% من الناس الديابيتك اصلا بيجي لهم اريكتال ديسفونكشن ممكن يجي لهم سبب حاجة مثلين اما ده مثلا حاجة في الديزيز يعني ككومبليكيشن او ممكن يكون مثلا هو ان كده كعرض انه هو يجي له اريكتال ديسفونكشن مجرد ما يحصل كنترول ثاني بيرجع ثاني عادي تمام؟ طيب و فكرة ان يحصل الاراكشن عند الناس دياباتك بتحصلهم اكتر من الشخص العادي طيب و اصلا كمان انه ممكن يكون شخص اصلا مش عارف ان هو دياباتك بيكون جاي الشاكوت الاساسية اصلا في الريكتال ديسفونكشن و سبحان الله اكتشف ان السبب ايه ديابيتس عشان كده لازم في الدياجنوز هنيجي نتكلم قدام ان احنا لازم نشوف الجلوكس الجلوكس بلوكتس عشان نتعرف اذا كان هو كان دياباتك ولا لا او حتى ممكن يكون دياباتك بس ان كنترولد اوكي طيب هو بيحصل ازاي بقى بديابيتس اه ممكن كذا ما كذا ممكن اول حاجة اندوكراينال ديسفونكشن اندوكراينال ديسفونكشن حتى احنا نقولها بعد كده من قوز الثانية لما يكون مشكلة في الهرمونز لان الهرمونز دي ليها دور اساسي جدا في السيميوليشن فده خطوة الريكشن ميكانيزم طيب ممكن مثلا يؤثر على النيربات او البلد يبقى يحصل مثلا دياباتك انجيوباثي فده يؤثر على الريكشن او ممكن مثلا اوتانومك اوتانومك نيوروباثي يؤثر على النيربات فهيؤثر على السيميوليشن والسيميوليشن فهيؤثر على الريكشن ممكن مثلا حاجة سايكوجينك طيب ايه 20-50% من الريكشن اللي عندهم الريكشن حتى نفتكت كده الارقاب الدياباتكس اكثر من 50% عندهم الريكشن وايه من 2-5 او 2-5 مرات او الناس العادية اللي بيشتكون من الريكتال الريكشن او 2-5 بدين يجي في الرينا الفيرير نقول 20-50% من الناس اللي عندهم الرينا الفيرير او تكتل بس الارقاب يبقى ديابيتس اكثر من 50% او 2-5 تحت الـ 20-50% اغلب الناس اللي عندهم رينو الفيلر بيبقى مثلا هايبرتنسف فبياخده ادوية الهايبرتنشن يبقى اي الانسي هايبرتنسف ثيرافي او عندهم مثلا هايبرتنشن عمتا دي مثلا ميكانزم ميكانزمات ممكن مثلا جالهم يوريميك نيوروباثي برضو احنا قلنا ان اثر على النيرفات يبقى كده لغينا جانب مهمين بالالكشن ممكن اندوكراينا المالفونكشن مثلا هايبربرولاكتينيمي او لوتس باسترون ده برضو يقصر وحنا نتكلم ذلك عن المناتزي قدام اللي بيقصر على السكشوال سيميليش يبقى كده كده يتكلمنا عن هايبرتنشن بيقصر على بلاس سبلاي وكبان الدرقز بتأثر على السكشوال سيميليش الديابيتس قلنا نتكلمنا عن ممكن مثلا يعمل انديوباثي نيوروباثي ممكن يعمل اندوكراينا ديسفنكشن او ممكن حاجه سايكوجينيك ريون الفيلر بيقصر على مثلا هايبرتنشن او مثلا انتي هايبرتنسف ثيرابي ممكن نيوروباثي وممكن اندوكراينا ديسفنكشن برضو طيب السموكين والدرقز السموكين عدنا النيكوتين النيكوتين يا جماعة بيعمل فازو كونستركشن وحنا قلنا في الاركشن محتاجين فازو ديلاتيشن فلما يعمل فازو كونستركشن هيأثر على ايه الاركشن طيب الدرقز 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 بيتاخدهم كتريتمت لاحيه في درقز بيتاخد why الأبيوس فيه الalkohol الألكول بيزود اللي بيدو عادي بس بيأثر على الاجيكوليشن والإرجشن والأرجازم بعدين بس الدرقز ذات الابيوس بيأثر على كله اللي بيدو والإرجشن والإرجال والأرجازم طب نفتكرها اصلا ازاي الاربع قسامي دول عشان ايه ما ننساش ايه الاسيكشو استيميليشن بيقضي لايه بيقضي الايركشن الايركشن بيعمل بعد كده ايجاكيليشن بعد الايجاكيليشن بيحصل ارجاز فاحنا نفتكرها كده بالترتيب الابيوز بيقصر على كله الالخول ما بيقصرش على اللي بيدو العكس بيزود اللي بيدو بس بيقصر على الباقي فيا فرحتي طب دوقتي نجل الدراجز اللي ايه بتتاخد في التريتمينت هنقسموا برضه كده جروبات اتنين 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 مع بعض عشان ايه نفتكره في الانتحان عشان لو لو جلنا ريتم طيب بسوا بيقصوا دوقتي عندنا اتنين شبه بعض واحنا قلناها فوق مرتين لاننا مار في الايبرتانشن وقلناها ماره في الرينا الفيلير يبقى احنا كده قوى نفتكر الدراجز لانعم انتي هايبرتانسيب دراجز مش ننساه ويقين مع الضغط القلب يبقى انتهايبرتنسيب دراكس مع كارديك دراكس طيب اللي بعضه عندنا مثلا انتيهستامين و H2 receptor antagonist اوكي H1 H2 طيب و ايه كمان السايكوتروفيك دراكس و انتكر الهرمون بتأثر على السيكشل فالسيكشن يبقى حاجه سايكي نتكره مع بعض يبقى السايكوتروفيك دراكس والانتياندرجين هم مهنمش علاقة بعض اوى بس انا بقولكم مش انتكروها مع بعض يبقى انتهايبتنسيب مع الانتيهستامينيك مع ال H2 receptor antagonist طيب السايكوتروفيك مع الانتياندرجين و كده خلصنا الانتياندرجين نيجي دراكسة على الحاجات التاريخ حاجة البسيطة خلصة الخلاصة بتأثر على الاندرجين الاندرجين ليها عامل اساسي جدا في الاندرجين اول خطوة فيه السايكشوال استيميليشن طيب يبقى انديركرينا اول حاجة الاندرجين يبقى الاندرجين يبقى الاندرجين يبقى الاندرجين بس هو مهم بالنسبة للسايكشوال ديزاير بالنسبة للاندرجين و الاندرجين بس السايكشوال استيميليشن محتمى برضو كبير منه على السايكشوال ديزاير فعشان كده احنا ربطناه ببعض الاندرجين طبعا الاندرجين طيب بس الاندرجين يعمل سايكشوال ديزاير في الوامن اوكي البرولاكتن البرولاكتن الرجالي عنده هايبربرولاكتنميا بيبقى عندهم نقص في الليبيدو حتى نفتكره برولاكتن برولاكتن او مثلا بتاع اللبن بيأثر على الليبيدو ما بهضرش ان نفتكره من كده طيب ودايما بيكون معاه نقص في سيروم تستاسترون طيب ايه تستاسترون هو نعم عنوى الاندرجين طيب الباسكولوجينيك الباسكولوجينيك دور اساسي للإركشن عندنا الباسل ديلاتيشن طيب الباسل ديلاتيشن طيب الارتالي الانسافيشنسي اللي رايح هيتقصر ده يبقى كومون قوز يعني اللي ريكتال ديسفنكشن اللي بيكون ديفكتن في الكورورا كابرنوزا مهم يعني دلوقتي ده بيتشوف بممكن يتقصر اللي ممكن يحصل ازاي والأي مدى ممكن مثلا يحصل من الآثروسكلوروزز اللي احنا قدناها بلكده طيب بعدين عندنا بقى ايه الآثروسكلوروز الآثروسكلوروز عادي الآثروسكلوروز 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 والعاملية مثلا يحصل فيها غلطة مثلا تروما أو تيومر تروما خطة في الدماغ أو تيومر في مخلط ضغط على السيستنزي او ممكن مثلا يحصل انفلاميشن بس هل حاجة اعتقد انفلاميشن انفلاميشن سهل يتعالج عن الباقي المهم ده كل ما ممكن اصر على ايه على الاركشن واليجاكوريشن او البينايل سنسيشن احساس في البينايل في البيناس طيب ده كده بالنسبة للبراين بالنسبة للسباينال كورد بالسباينال كورد ده هيعتمد على مكان الليجن ليه مكان الليجن احنا قلنا قبل كده الاوتونوميك نيرفوس سنسوق كان السيمباتاتيك او البرا سيمباتاتيك احنا قلنا جاي من انهي روتس في الاسباينال كورد صح ولا ايه؟ قلنا تجي من تي 11 لقصة 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 2 لقصة 4 لو اثر على حاجة من الحاجات دي هل اثر على الاركشن طيب البينايل هنا قضوا على الاعصاب الترافية ممكن مثلا اغلاء مثلا حاجة اياتروجينيك مثلا عملية او معينة اثرت على نيرف قطع نيرفو بالغلط اي ان كان او ممكن تراوما طيب كده احنا خلصنا الايه؟ القصص بتاع الاورجانيك 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 يعني دي حاجات مش عضوية ده حاجات سايكيك دماغه بس ممكن تكون مشكلة فرسنال حاجة اللي هو او ممكن انتر فرسنال حاجة مشكلة بينه طيب ممكن مثلا ايه؟ ايه دي انتو تمنع ان هو يمرس ايه دي حاجات سايكشل اكتيفتي فمش عاقم بيحصلوش ايركشن تمام او مثلا ايه او مثلا ايه بيحاسب زم فم بيحصلوش ايركشن طيب ممكن مثلا جندر ايدنتي تي دي سوردرز وهي ممكن نربطها مثلا ببارك سايكشوال دبييشن او ما شالقه ببعض واس احنا ايه بناخد مثلا بنجزقه مع بعض عشان ايه؟ لو جادلتنا في الريتن نعرف نفتكر طيب مفروضة طيب ايه الريتن نعرف الجندر ايدنتي تي سوردرز مثلا هو مفروض هو جسديا ميل عنده بينس طيب بس بي ايدنتفاي اتحاجة اتحاجة اتفيميل وده بنتشوفه دلوقتي عالسوشال ميز كتير ان هو جسديا ميل بس بيتصرف او بيتعامل مع نفسه مثلا في حياته العادية او في السكشل اكتيفتي بتاعته بتاعاته بيتعامل كأنه في ميل او كأنه مش ميل يعني طيب ممكن مثلا الانفراطة بماركت سكشوال ديفييشن هي ماناش علاقة او بالسكشوال ايدنتي بس ايه هي برضو حاجه غير العاده انه هو ايه بيوصل مثلا الحاجات التامل سكشوال ستيميليشن او مثلا سكشوال سابسفاكشن غير الطابعي المألوف بتاع اي ميل تمام طيب ممكن مثلا ايه خايف ان يلوز كنترول او خايف من الحمل اكيد ايش هو اللي هيحمل ايه الفارتنر او الفارتنر اللي انها تحمل منه مثلا مش عايزين عايزين يحددو الناس اللي مش عايزين يبدأو ايه يكون عندهم او مش عايزين زي يكون عندهم عين دلوقت فيه نسبة حب تستنى اول كم سنة من الجواز مثلا فيه الفلاصف كنترول الميل بيحب يكون هو في الكنترول اثناء الانتركورس طيب تيه مثلا حكليين بقليهم علاقة بالاكتئاب مثلا ويديورست سندروم هو ارمل مش عارف ينجازب لحد تاني مثلا او مش عارف يعمل مال السكشول اكتبتي بتاعته عادي مثلا او مثلا عنده دبراشن اكتئاب بقى لاي كان السبب ديبان اشعال لاقب السكشول اكتبتي عامتا هو عنده اكتئاب نمش قدر يمارس اي حاجة في حياته الانتركورسينا كوز او مثلا مش منجازب للبارتنر بتاعته لك او مثلا البارتنر نفسه ما عندهاش سكشول سكيلز كويسة فما بيحصلش مثلا استيميلايش ومحصلش اركشن طيب او مثلا اجنرانس مش عارف الفاترن بتاع الفينيه الارجازم طيب ممكن مثلا ماريتر كونفلكس ممكن مثلا مشاكل زوجية اوكي طيب اه نقدر نكشف عليه ازاي نعرف نعمل دياجنوز ازاي واحد بيشتكي مثلا انه هوم بحصلوش اركشن اثناء الانتركورس او مثلا بحصلش اثناء الانتركورس او اي ان كان طب انا لازم اعرف السبب عشان اعالج العرض اللي عندنا ده طيب اول حاجة في اي مرض احنا ناخد هستوري اوكي الهستوري طب و بس بنسأل حاجات عامة في الاول بعد كد نسأل حاجات سبيسيفك للمرض اللي احنا فيه طب اي الحاجات للمرض اللي احنا فيه ده هنسأل عن الحاجات في القاضز ومش في الهستوري بس في عامة في اي حاجة قدامنا هنا هتلاقي حاجات كلها مرتبطة بالقاضز فانت لو حافظ القاضز كويس هتعرف ترد على دول يعني مثلا الهستوري نجي نسأله يا استاذ مثلا حضرك عندك مثلا ضغط سكر عندك مشاكل في الكلم طب تدخن طب بتاخد اي ادوية اي ادوية اي 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 ممكن ياخد ادوية الضغط عادي ممكن ياخد ادوية قلب عادي منا علينا ممكن يسأل مثلا اي ممكن تسأل مثلا عنده مرض تاني مثلا تصلف الشرين اثيرو سكيلروسس مثلا عندك مشكلة نيورو طب حتعرضتك بكدر ترومة طب ممكن الترومة زي الخطة مثلاً قوية عملت له حاجة في النيورو ضربت له نيرفات ضربت له حاجة في الـ spinal cord ضربت له مثلاً عمل عملية بلا كده طب لو عمل عملية بلا كده ما هو ممكن حاجة إيتروجينيك صح ممكن تكون عملية حاجة arterial insufficiency احنا قلنا او ممكن مثلاً عملية مشكلة هنا احنا قلنا cerebral disorder مثلاً عمل عملية بلا كده يحصل cerebral disorder وهكذا يعني انت حرفياً انت ممكن ايه ترسوا في المهكم كده القاضي تستنتجوا الباقي طيب ممكن نيجي نعمل examination نعمل examination systemic disorders مثلاً مثلاً الحاجات الـ Neuro الحاجات الاسكولوجينيك مثلاً كان عنده هايبرتنشاء وطيبية نكشف عن الحاجات دي نشوف يعني نحلل له قوياً كان او ممكن مثلاً نعمل endocrinal examination عشان نشوف الهرمونات طيب احنا كل ده من نسنتج ونفتحة فيلم ونقول اي حاجة جديدة طيب الـ evaluation نفس اللي احنا قلناه هنقس له برضو الحاجات التانية نقس له الضغط نقس له السكر نقس له كدني فونكشن تاست لو بياخد دراجز وكده نحن ممكن بيعافك هاجات يتتقاس بيتتحلل له ممكن مثلاً نعمله هرمونات البروفيل نشوف مثلاً الاندرجن اللي عنده البرولاكتن التستاسترون لكن ده طبع الاندرجن وهكذا ممكن نشوف له السايكي لاجتكالسيك ممكن اصلاً مش حاجة أورغانيك ممكن يكون حاجة سايكيك حاجة اسمه IICF International Index of Erections ده نشوف نفس حاجة الوحيدة منشوف نفسها هي وحاجة تانية نقول عنها قداب فين في الانبسيجيشن الانبسيجيشن اول حاجة انتراكورفوريال انجكشن بندخل في الكوربس في الكوربس في الكوربس في الكوربس بالكوربس بندخل في بازو اكتف سابستانس مثلاً بابا بارين ده عشان نعرف نعصفه ده عشان نعرف إذا كان أورغانيك ولا سايكوجينك طيب يعني مثلاً في العادة في العادة الإلكشن مفروض بيحصل بعض عشر بقاية تمام؟ وإيه يظل موجود مدة 30 دقيقة تمام؟ لو حاجة أورغانيك مش هي تطلع وممكن مرضى حاجة مايد غير حاجة مودرة غير الحاجة السبير طيب عادين عندنا رجيسكن رجيسكن ده مفروض بيشوف بيحصل إلكشن ولا لأ دواقث الـ نوم نوى الان بي تي وانيه بلي كده لو حصل اثناء النوم ومسه كان بيشتك من الريكتال بسفنكشن يبدأ ده كان حاجة سايكيك لان هو هو الصاحب بيحصلش بس هو نايم بيحصل لا مشكلة مش في فينس او مش في جسمه مشكلة في حاجة سايكيك طب لو ما بيحصلش برضه هو نايم بحاجة ارجعك طيب لكده هنكش بقى نشوف ايه الحاجة ارتيريال و فينس الارتيريال هنشوف الديو بليكس اللي عشان نشوف الديلسة فلاي شغال ولا لأ طب الكابيرنزومتري ياربوكم بقولها صح تست هنا كده نشوف البيانيس كثير و نحن ان ارتيريال انسافيشنسي و قلنا كمان البيانيوهيجينيك اه ايه نوعين نجلسل لتريتمنت اول حاجة اي مرض برضه من عالج استبقى من هاتف المقابل reform possible يون مثلا الدييباتيك او برتنس نعميلوا كنترول مثلاً يعني لو عنده مشاكل مثلا في الكيدني مشارفة ندي له مثلا اما الادوية مشارفة نشوف دياليس اي ان كان مثلا بياخد الكهول يوقفه ومشرفة بيدخن يوقفه الدراج نشوف مثلا بداية لها لو محتاجة او مثلا لو دراج ابوز يتعالج هكذا او مثلا الهرمونات في الاوكات مثلا مشكلة هرمونات ثم داس نيجي للأورال ترابي الأدواية اللي بتعالج هي الحاجات الاكتف الحاجات اللي فاتت ديلي حاجات اللي لحد ما تحسوها باسف اللي احنا بس يدوب نشيل القوز اللي احنا نبدأ بقى نعالج هي مشكلة نفسها يدينه فوسفو دايستريز انهيبيتور الفوسفو دايستريز او PDE5 ده عبرا عن ايه عبرا عن انزيم بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل بيعمل ديجراديشن للسايكليك جي ام تي بيكسر السايكليك جي ام تي ونحن قلنا في الميكانيز انه السايكليك جي ام تي هو ده اللي بيعمل فازو ديالاتيشن ويعمل ايه بعد كده وبيتط على الفينزل حواليه فبيحصل ايه؟ إيركشن طب دراسة ده لو تكسر هيوقف الإيركشن فاحنا بنوقف الانزيم اللي بيكسر ده ده كده خلاص الموضوع طيب فكده ايه بلطف ده يرجع تاني للبينس كويس بساعتها ايه يكمل عايز الإيركشن كويس طب دي بقى مشكلة في حاجة تانية طيب فرضا وكانش مشكلة ده كله مشكلة كان في السكشور سيميليشن خلاص ساعتها كده العلاج ده ملوش لازمه إن العلاج ده الشرطة اساسي هو يشتغل إن الخطوات القابل السيكليك جي ام فيه انها تشتغل اللي هو اهمها ايه السكشور سيميليشن هي بتأثر على ده كله او مثلا لو حاجة نيورو مثلا ضربوا لي الفارسنباستاتيك نيرفز مرضو الدواء ده مش هيلفع لإن هو بيأثر على الخطوة دي مش الباقي طيب؟ دول عزي ممكن يجي بقى للبعدها الانتراكورفوري الانجكشن انتراكورفوري الانجكشن دي احنا قناها مرة في الانفتيجيشن يعني حاجة مثلا دياجنوستيك وثيراكيوتيك اللي يتم مع بعض احنا ندخل حاجة تبقى تبقى فازو ديليتر وفازو اكتف ايجنت لو مثلا حاجة ميلتو مدرد فاسكولوجينيك ايدي يعني ميلتو مدرد احنا قلنا ممكن يوصل الاركشن بس بعد فترة بس لو حاجة سفيرة قلنا مش هيوصل الاصر طيب الانجكشن لو مثلا عنده الانجكشن بسبب مثلا احصله تروما او اي ان كان فالاردريز نفسها مش كويسة فحنا نعملها الانجكشن اعادت بينك طيب خلص في التريتمت او ارجانيك اريكتال ديسفنكشن والبينال ده حاجة زي بنصره حاجة جوالبينيس او اللي هو البينيس امتلانت تمام بنحط انابيت بتتميلي فلود فبيحصل فالبينيس ببقى ريجد و الانجكشن كأنه بيحصل في اريكشن يعني كننا بنعمل اريكشن بس مانيوالي او ميكانيكا لي يعني بعد ده بيحصل في الحالات اللي هو السيفير السيفير الريكتال ديسفنكشن لو هو المش نافع معها الادويات التانية طيب نيجل تاني ابنرماني في الميل هو اسمها كده بمعناها حاصلها قبل اقوان اجاكلياشن هو اخر بالسيمن طيب انت نعتبر ان عنده بريماتشور اجاكلياشن ان هو او الام تاني نقول او ده ده مرض مش حاجة حصلت مرة وخلاص لا ده لما يحصل في خمسين في المائة او اكتر من عدد مرض الانتراكورسي اللي عملها على اعتبار ان الفيميل اللي قدامه نورمال طيب هو نورمالي الميل بيحصل اجاكلياشن من خمسة لسبعة دقائق بعد بداية الانتراكورس او او والفيميل بيحصل لها بعد خمسة عشرين من الفيميل لو هم والتربيرد بيحصل لهم ايه بعد دقيقة او دقيقتين مهم دلوقتي المكتوب ايه؟ مكتوب ايه؟ مكتوب ايه؟ عشان يحصل سادسفاكشن للفيميل بارتنر يعني لو حصل اجاكلياشن بدري مش يحصل سادسفاكشن للفيميل بارتنر فالانتراكورس يعني مش بيحصل منه سادسفاكشن او تلاجر يعني اللي مفروض يحصل من اي انتراكورس طيب ده ده على اعتبار ان الفيميل قدامه نورمال قولنا خمسة عشرين في المية ده لو هم والتربيرد بيحصلهم ارغازم بعد الزيئة او دقيقتين بعد ايه؟ انتراكورس انتراكورس اللي هو انتراكورس بين التو السكشوال جينتاليا طيب مفروض الوحيدة من الوحيدة في الجمال الوحيدة من 40 سنة يحصل فيهم مثلا 30-70% من الجمال القليل من 40 سنة ان هم انتظر اول مرأة من 40 سنة ان شاء الله القليل من 40 سنة انهم يكون في حياتهم حصل لهم فترة مفروض بعد كده عادتا بيروح الوحيدة او بعد كده التريتمنت آمن المساء، أيضا يشيء بأدوار نقول تمام الزجاح يمكن حول أن يكون الزجانية تصو испыт 되는 أسلحية أو رجوفيفPER يمكن individuals لايحدث نورجين نقول على منتج العطب تجريهنا نعم تشغل بلايات تسجر Eliки لا ترحش عنهم كثير الحمد لله اول حاجة تيبيس دورساليس ده من اسمه دورساليس يعني جايه مشكلة في الدورس الروت دورساليس يبقى مشكلة في الدورس الروت مش مهم اي حاجة مش مهم التفاصيل بس هو ايه مشكلة في الدورس الروت بتاعت الاسم فا ايه النيرف سابلاي اللي رايح للجاني تاليا ايه ضارب في مشكلة فده هياعمل لنا بريماتشر اجاك ليش طيب ممكن برضو جزيز تاني هو مكتوب دي اس هانا دورت على جوجل ايه لقيت النيورولوجيكال الديسوردر الوحيد اللي بالاختصار ده اسمه ديجيرين سورس رب اكون بقى صح برضو ده بيبقى برضو ديسوردر بيجي بيدرب النصف الجزء اللي تحت كله من الجسم اللي هو الليمس بالجاني تاليا بكل حاجة بيقصد بيعمل ويكنس ممكن يعمل نامنس فقدان الشعور الحاجات دي كلها فممكن يحصل طيب اخر حاجة خلص بريفرال نيورايتس بيبقى انتهاى في الاعصاب الترفية من النهى الاعصاب الوصل للجينتاليا طيب كلها حاجات كده لحد ما بديهية اي حاجة تضرب النصف التحتيني ده اللور باضي عن مثلا ده بيعمل عندنا بريماتشور اجاك ليش ممكن دراجز الحمد لله مش ايه الامثلة ممكن كويتس انترابتس كويتس انترابتس ده هتاخدوه بعد كده في النسا تخلص الاربعة كويتس انترابتس ده اللي هو ايه بيبقى عبارة عن طريقة من طرق تحديد النسا تحديد النسا طريقة من طرق لى وهو منع الحمل بجد كويتس انترابتس كويتس جاي من الانتركورس كويتس انترابتس جاي من الكلمة انترابت جاي من الانترابتس بيقطع ده هو خلاصة نهى بيوقف philosophers قبل ما يحصل بحيث انه ال Stephen male ا م تحمlers طريقة من طرق بجد تحديد النسا لمانع الحمل طريقة الشيكووجيونك الخصواني عارضي الشه violins يكون كل حاجة معابله أن مكون الطبيب الشيكوش يأتي بالأول شخص يجب أن يصل للأورجازم بسرعة و كانت عدد بيحسين في الشباب الصغال والمراهقين يبقى Conditioning Males are conditioned by societal pressures to aim to reach orgasm quickly because of the fear of discovery when masturbating as teenagers or during early sexual experiences with others او مثلا لسا بدأت حياته لسا اي لسا اي لسا ظهار في السن ممكن بقى حاجة تانية ممكن يكون عنده deep anxiety هو متوتر ممكن مثلا عنده trauma من قبل كده مثلا تعرض لل sexual assault ممكن مثلا مش عارفة مشاكل مع الاهل مش عارفة ومسلا عنده مرض نفسي او اي disturbance تاني يعني او ممكن شعور بالذن مثلا زي ال incest ثالث حاجة هيا performance pressure هو ضغط على نفسه ان هو يجب ان يكون يفعل الانتركورس كويس ان هو يوصل لل satisfaction بتاع الفمال بارتنر بتاعته لو ما مسلا ايه خايفا ان الاركشن مايكملش طول فترة الانتركورس او مثلا يكون بنكيه بين البارتنر ومشاكل في حصيلته تاواردز پارتنر كده يعني بعدا نيجي للتريتمت التريتمت مادكيشن حاجة اتقلل بعض الانشغر والارب بالتفinct مثلا او مثلا تقلل السريطونة يوم الجو يوصل ت agile فهيحصل ي pesso نحن إقللال ستقلله كيف؟ ستقلل نسبة السريطوني حيث تمنع السريطوني فتقلل نسبة السريطوني هذا يعني يقلل السريطوني على central ejaculatory reflex هناك مثلا سيتالوبام فلو اكسيتين داب اكسيتين انا عطبط مكة ضويرة ان شاء الله تفتكروها داب اكسيتين هنقول داب وفلو وسيتال سيتال الجماعة دواء زي البنادول بيعالج الصداع والحرارة فنقول ايه الدوب بجاله فلو حمى فخد سيتال داب يبقى داب اكسيتين جاله حمى فلو اكسيتين خد سيتال عشان يتعالج السيتال اللي هو فتع البنادول ممكن تفتكروها حتى لو ممكن مثلا تفتكرو مثلا الكلمة بدايتها تفتكرو وقت الكلام كده يعني ما علينا ده كده اللي هو الجزء اللي هو الجزء الادوية في الحاجات الجاية كلها لها حاجات تبع تكنيكس في الانتر كورس بتساعد ان الاجاكوليشن يحصل في معايده اللي هو الجزء الانتر كورس اول حاجات تكنيكس 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 كوندم ده بيبقى حاجة زي غطأ الفينس بيستعملوه عشان خطر يمنع الحمل بس هو ممكن ينلبس اثنين لشين يقلل الحساسية ما فما يحسش قوي بالأورجازم فما بيحصلش إجاكليشن بسرعة يعني طيب وكمان ان هو ممكن مثلا يحصل ديستراكشن ديستراكشن حنا ينشغل بحاجة أثناء الانتركورس فما يحصلش أي إجاكليشن بدري طيب ممكن increasing the frequency of intercourse يزود عدد مرات الانتركورس طيب بحس ان هو يتعود فما يحصلش إجاكليشن بسرعة نحن نقول إجاكليشن بحصل أكثر في بداية حياته طيب ديستي نصل للإيه للفيميل الفيميل هنتكلم على طول على الإيه الأبنرمالتيز طيب وأصلا الأبنرمالتيز أو السكشل بروبلم زيني تحصل في 3-4% من الفيميلز at some point في حياتهم كلهم على الأقال يجب أي واحد فيهم لازم يكون عشان يعتبره أبنرمالتي لازم يكون على الأقل بقله ستة شهور بيتفضل المشكلة دي موجودة يعني ويكون حاجة سببت دسترس للإيه للفيميل المشكلة دي موجودة أو السكشل دي ايه يعني عندها مشكلة في المشكلة أو الرغبة الجنسية ايه يعني هي مشكلة معده هاش رغبة جنسية او عندها نقص رغبة جنسية يبقى إيه او او ممكن سواء مساكل في سكشول اكتيفتي او حتى لو كان فيه اه او او حتى لو كان فيه سكشول سيميلاي بيبقاش فيه رسبونس او حتى الرسبونس بيبقى اي قليل طيب ودي من اكتر المشاكل الكامل في الستين خصوصا الكبار في سنة الشهيلة او 45 سنة فوق تمام او حتى لوال الوثل ومينيبوز يعني طيب ايه الاسباب بتاعك برضو ازاي ايه حاجة خدناها لحد دلوقتي حاجات يما ارجانيك مشاكل جسدية او حاجات سايكولوجيكال طيب اول حاجة ارجانيك احنا هنقسمهم حاجات مثلا طبع السن يما حاجات ام مثلا مشكلة في الجنيتاليا اا سواء كانت مشكلة فيها هي او مشكلة اا ياترجانيك لو بسبب الدكتور او حاجة زي كده طيب اا اول حاجة بسبب السن مثلا عندها حاجات ايه هرمونال ااا عادة اصدت او متوصل المينيبوز او الوطنق رابط على المينيبوز ايه بيقل عندها هرمون زمعين زي الاستروجين والاندروجين والاثنين دول من الحاجات المسؤولة عن الساكشول ديزاير او الاثناء الساكشول سيميليشن يعني طيب يبقى ايه عندنا نقص الاستروجين ااا مثلا اسواء كان دخل في المينيبوز او مثلا اا اثناء مرحلة فاعد الاثناء لم Oklahoma ييل والاندروجين سواء مثلا ها بتقلل الـ desire او بتعمل pain تبا دينا عندنا decreasing للايه الـ androgens الـ androgens زي مثلا الـ testosterone والحاجات زي الـ free testosterone ساعتا بيبقى قليل ودا اصلا بيبقى مسؤول عن الليبيدو او اللي هو الـ sexual desire سواء كان في الـ man او الـ female قلنا اللي ساعلينها فوق يعني اختروا ازا تاني سبب من اسباب الـ organic اول حاجة عندنا هتكون لما يكون في زيادة في السيروتونين ده هيقلل الـ sexual desire تمام السيروتونين الزيادة بيقلل الـ sexual desire اسمع الاسم تمام سبب عكس بعض طيب تاني حاجة لو فيه مثلا نقص في الدوبامين او النور ادرنالين او النور ابنفرن طيب لما دول لما بيقلوا ايه اللي بيحصل الدوبامين بيديه لما وجوده بيزود الـ sexual desire او الـ arousal بيديه بقى الدوبامين مع الـ desire او الـ arousal يبقى ناقص الدوبامين بيقلل الـ sexual desire او الـ arousal طيب النور ادرنرجيك او نور ابنفرن ده له هو موضي النور بالـ N قبل الـ N الـ M تفهم موضيليتر للـ sexual excitement excitement تمام انا بحاول ايه او او اضبطها لكم ايه ممكن انا خايف الاسمية تصفوا بعضها عندكم يعني يبقى النور ابنفرن يبقى دم موضيليتر للـ sexual excitement تمام او simulation يعني طيب لما يكون ده قليل يبقى يقلل الـ sexual excitement هاي او الـ desire يعني فده الدسؤول اللي عندنا يعني طيب اللي بعضه دلوقتي عندنا ممكن مثلا فيه infection في مثلا في الباجاينا او الـ في الباجاينا او الـ فده بيعمل باين فالباين هاي طبعا هايقلل اللي بيدو او لو هو الـ sexual desire عمده مش يكون عايد طيب ايه اتروجينيك مرضو لما يكون فيه مشكلة في البالبس او في الجينيطاليا تمام سوك هاتي اصابها بسيرجري عملت باسر عملية في البالبس فالأسل موطقة البالبس هيكون فيه زيادة في الـ في المسلز بتاعتها فالزيادة في الـ هتعمل تندرنس تندرنس يعني باين بس لما ايه الباين لما يكون فيه ضغط تمام او باللمس يعني تندرنس ايه ايه انترويدس او وقت الـ انتركورس يعني طيب والمديكيشنز المديكيشنز ديه اللي هتلعب فين في الحاجات الـ يعني او الهرموني بمعنى مثلا الـ هتقول لي يستلمها الـ ده بيقالل الاستيروتون المفروض ده كده يبقى كويس لا بس هيقول لها لكم بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل بلوك للدوبامين وبزود برولاكتب احنا قلنا الدوبامين ده مفروض ده هيقالل السكشول ديزير والبرولاكت نقول لها لكده في الميل برضو بيعامل مشكلة مع الايه بيعامل مشكلة الهامل تندرنس هتتقلل السيكشول ديزاير. ده كده الحاجات الالجانيك. الحاجات السيكولوجيكال او انترا او انتر بيرسنال فاكتورز. حاجات السيكولوجيكال مسلا ايه? عندها اا ديفراشن انجزايتسي او سترس. حاجات الهالاقة بعدها اكتئاب توطر او مسلا سترس ضغط نفسي. مش هتكون عايزة تعمل سيكشول انترا كورس. طيب. الممكن مسلا ايه? مشاكل مع البارتنر. اا انتر بيرسنال حاجة بينه وبيني بارتنر بتاح. مسلا في مشاكل بينهم في ريليشنشيب او مسلا البرتنر نفسه عنده سيكشول ديزفونكشن فهي نفسا مش هتكون عايزة تعمل انترا كورس. طيب. ممكن مسلا ايه حاجات اا انترا بيرسنال او مسلا حاجات المكتمع شوية. مسلا السيكشول ابيوز. طبعا جانها تراما مش عايزة تعمل سيكشول انترا كورس تاني بعدها. او مسلا ايه? او مسلا في مجتمعات مسلا بتقول ان البنت بيكون عنده سيكشول ديزفونكشن رغم ان ده حاجة طبيعية جدا. ربنا خلالها هرمونز واني رولوش ايه مخصوصة للحاجة زي كده للانترا كورس عشان هي اصلا هي طبيعية تكون جوثة ان الانترا كورس وهدى كده تحمل ونكمل الناس. ده حاجة ربنا خلالها طبيعيا طالما في الحالة العادي جدا. اول حاجة فليبانسرين ان شاء الله اكم بقولها صح. معنينا الفيميل فياجرا. فيميل فياجرا يعني اهو الحاجة نديها للفيميل بس ما ندهش الميل. وممنوع نديها برضو لست العدد اي من الفوز. يعني نديها للأف عشان هي فليبانسرين او فليبانسرين اي كان بالأف. نديها للفيميل الصغيرة مش من الفوز ومش من. مش للرجالة. مش للميل. تمام? تمام. طب ايه لازمتها? ده عبارة عن انتي ديبرسنت. انتي ديبرسنت بيقلل السريطوني وبيعالي الدوفامين والنور ادرنانين. طب واحنا ايه لازمت الحاجات دي? احنا قلنا لسه ايه من شوية. ان زيادة السريطوني او نقص الدوفامين او النور ادرنانين ده اللي بيقلل الايه السكشول اروزل او سكشول انترست. تمام? فاحنا رعكسنا المفاول ده داسي هنعمل انهانسمت للايه السكشول انترست. اوكي? بعدين دوس بالنسبة لنا ايه? ميت ميلي جرام مرة كل يوم بالنيل قبل النوم لمدة ايه? مفروض لمدة اربع اسابيع بدي كده يبدأ المفاول عايزة. ممكن تكمل بعد كده بس هو بيقوله بيبدأ المفاول بعد الاربع اسابيع. طيب? الانبداية اربع اسابيع يعني. طيب. طيب اللي بعده. البيوبروبايون. ده برضو عبارة عن ايه? انتي ديبرسنت. بس هو بس ازيادة فيه انه هو بيساعد برضو على ايه? واقف السموكينج. اوكي? طيب. اه بالنسبة ايه للدوز? مية وخمسين ميلي جرام كل يوم برضو لمدة اتناشر اسبوع. طيب? احنا هنا ايه? كأننا زودنا على الدوز خمسين. وضربنا المدة في تلاتة لمدة اتناشر اسبوع. طيب. كده التالث حاجة بقى اخر حاجة التستاسترون. اللي هو ده برعا ايه? اه اندرجين. طيب احنا عايزين اندرجين في ايه? احنا قلنا. مشكلة عندنا ايه? نقص الاندرجين. احنا نددله اندرجين كأنهم نددله اندرجين ده كأنه هرموني ريكليسمنت تيربي. طيب. نددلها ايه هي عبارة عن سكن باتش زي لازقة كده. طبعا? ببقى تدوز بتاحها تتويت مايكرو جرام ها? مايكرو ها? مايكرو عشان لو جات في الامسك هيو محدش غضط فيها. مايكرو جرام كل يوم. هي بتطلحها هي اصلا الباتش تفضل موجودة وبتغيرها شغل مرتين في الاسبوع. تمام? الباتش دي تبقى مثلا تحت الامبالكس كده. ام. بتغيرها شغل مرتين في الاسبوع. بس هي بتتريليز كل يوم دوز سوائرة كل يوم. طيب. اللي بعده. الفيميل اورجازمك دوس اوردر. ام. الاورجازم هو البلاجر اللي الانسان يوصل له هو وقت الانترقورس. الماكسمان الفيميل اورجازمك دوس اوردر. يعني ايه في مشكلة في الاورجازم. انها تبقى مثلا ماركد للدليد او مثلا مش فريقونت اناف او مثلا ممكن تكون قصة مش موجودة او ممكن مثلا لو جات تبقى مثلا بتاعت القوة بتاعتها تبقى قليلة. تمام? يبقى في مشكلة في الفيميل او اثناء الانترقورس. طيب. بالنسبة للفيميل. ام. بالنسبة بتاعتها بتحصل حوالي 20 الاربعية في المية من الستات وده الساكن most common sexual complaint في النسبة للفيميل. الماكس احنا قلنا ايه اللي هي sexual arousal disorder. تمام? تمام. اه دلوقتي بقى. اه ways of treating orgasm. اصلا الاورجازم من الفيميل بتوصل ازاي اثناء انترقورس. اه حوالي 70-80% اصلا من الفيميل بتوصل له على طول بعض الكليترال استيميليشن. الكليترال ايه اللي هو الكليترس. الكليترس ده هو بيوازي الايه البينيس عند الرجالة بس عند الستة بقى اسموه كليترس. تمام? اه ده بحصله استيميليشن بتوصل للاورجازم بسرعة عشان اصلا التب او الجلانز بتاعت الكليترس دي اصلا فيها حوالي 8000 سنسوري نيرفز. عشان كده ده اصرع طريقة ده هتوصل بها للاورجازم. تمام? ده 70-80% من الفيميل يعني. وصلنا وخلصنا وحالفة الحمدلله عالسلامة بجد وقدر ولا طف. اول حاجة هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن جينيتو بلبيك تين او تنتريشن ديس اوردر. يعني هي بتحس بالبين في الجينيتاليا او في البلبس لما يحصل تنتريشن اثناء الانتركورس. تمام? طب هو ممكن مسلا يحصل ازاي? اللي بيحصل? ممكن حاجة او اكتر من الحاجات الجاية. بصوا بق اول حاجة ممكن يكون فيه difficulty في البنتريشن اثناء الانتركورس ممكن يكون فيه صعوبة في البنتريشن او فيه pain اثناء البنتريشن. يبقى marked pain او valveo vaginal او pelvic pain اثناء الانتركورس او اثناء محاولات الانتركورس او ممكن مسلا خوف من البنتريشن. خوف مثلا قبل ما يحصل البنتريشن او اثناء البنتريشن او او خوف يعني من الواجع تمام ممكن برضو يحصل تنسنج او تايتنينج للايه للبلفز فلور او فلفيك فلور مسل فده بعد كده يسبب تاني يبقى ايو حاجة من اربعة او ممكن مثلا اكتر من حاجة اول حاجة فيه صعوبة في تاني حاجة فيه قلم اثناء الكنتراشن او محاولة الكنتراشن ثانت حاجة فيه خوف او توطر من ان يحصل تايتراشن رابع حاجة ممكن يكون اصلا فيه تانسننج او تايتنينج كده للمسلز يعني كان المسلز بيقفل بتاعت البلبس اثناء الكنتراشن ثمام يبقى حاجة من اربعة او اكتر طيب ده يحصل للخمسة لسبعتاشر في المية كده من الفيميلز ممكن حاجة من اثنين اسباب يعني ممكن حاجة primary GPBZ او secondary يعني ايه primary secondary primary يعني طول عمرها بيحصلها pain اثناء الانتركورس secondary يعني قبل كده at some point في حياتك حصلها فترة كانت ما بيحصلش pain بعد كده بفجأة حصل pain يعني secondary لحاجة تانية بس هي كانت في الاول طبيعية ما بيحصلش pain بس primary لقى pain من الاول يبقى pain primary من الاول تمام تمام من الاول خالص بيحصل في الاول انت عرضت قبل كده خالص sexual abuse عمرها ما عملت انتركورس من غير pain طيب او مثلا ايه strict sexual or religious upbringing تربط على مثلا معتقدات معينة او مثلا في معتقدات معينة سواء دينية او مثلا اجتماعية ايه مثلا انها حاجة كده تخوفها من الانتركورس خايفة على طول انتركورس بيحصلها pain على طول ممكن اصلا البين بسبب الخوف اصلا طيب تالت حاجة fear of first time sex تخوفها من الاول مرة خايفة مثلا يحصل pain bleeding tearing ripping او مثلا البينس تكون too large او ال vaginas تكون too small تمام او مثلا تخوفها من STDs ده هو sexually transmitted disease مثلا AIDS herpes ايه حاجة تتاخدوها اصلا في الدرما ايه وكمان فيه مثلا of pregnancy ممكن تكون مش عايزة تحمل من الاول فترة في جوازها كده يعني تمام بخايفة من الاول مرة بحقي في حصل ايه حكه حناخدوه بحقين حكتين مع بعض اذا pain bleeding تمام الوجع او مها تنزف اا اام ripping or tearing حصل او طعفة الباجائنا مثلا الفينس too big او ال vaginas too small اذا مثلا sexually transmitted disease خايفة يجيالها STD او خايفة يجيالها الحمل ايه بثنين اتنين اتنين اتنين. رايب الساكندري يعني قبل كده كانت زايل فومي بحصلش بين بس فكرة مرة واحدة حصلت بين مثلا جالها الماديكال كونديشن مثلا عندها يوتي اي او مثلا ان هو ده بيبقى طبع ايه كأنه يبقى من الفالفا فهي تحس بين طيب ممكن مثلا يست انفكشن ممكن سكشل ترانسميتت انفكشن اندومتريوز مثلا جانتال او بلفيك تيومر او سيست او كانسر بالمعنى يعني اي انفكشن في المنطقة ازيه سواء كتابع إيرم Take your intact او مثلا تابع ييست انفكشن او ninzi ou اندومتريوز او مثلا مثلا الصباح عندها تيومر اوina تيومر او كانسر تيومر ومهمه توامر بيشمل ولم أم evil تيومر او سيست اي حاجة ضغطة او بيحصل الام تمام يبقى اياه انفكشن او حاجة ضغطة تمام تمام طيب ايج ريليتيد تشينجيز حاجات بقى بالعمر مثلا منيبوز او مثلا هرمونال تشينجيز طب ايه الله كده بالموضوع اولا بيعمل فاجينال دراينيس لما يحصل فاجينال دراينيس يحصل جفافه كده بيبقى صعب الديبريكيشن صعب بيكونش في حاجة تساهل البيليتريشن فده بيعملها الم او مثلا حاصل فاجينال اتروفي الفاجين الصغرة في الحجم فهيبقى برضه يبقى صعب البيليتريشن طيب ننزل بها ايه للتريتمنت اول حاجة السكس ثيرابي ان هو مثلا يعودوا معدها كثرة يفهموا الديكيشن يفهموا الموضوع يفهموا هي بتحس بقلم ليه ومسلا وتطمن وكده ويومان اكسرسايز وممكن برضه درايجوال دايليشن يوسيق دايليترز حاجات توسع الفجينا عشان ما يحصلتش باين طيب ممكن برضه يحصل تحقن بوتوكس بوتوكس البالبو بسبونجيوز مصر ليا عشان تشلها شوية لمدة 6 شهور فبعد كده مبقاش في بين في البدايه في بنات بجد بتعمل كده بتبخيف مثلا في البداية فبتعمل مثلا كده محشين الاول 6 شهور من الجواز بس مبقاش في بين لحد ما تبقى تتعود او تفهم الموضوع فبس كده خلاص خلصنا thank you بجد والله يراب يراب تكون استفادت من المحاضرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة